نقطة في المنظومة مسألة اللي انت مدرب بوطني ولا مدرب أجنبي في نقطة برضو عايز أركز عليها ودير سالة مني للجيل اللي عمل نتائج كويسة وبطولات كانت من ايمة افريقيا من المغرب زي ما بيقولوا جيل 2006 و2008 و2010 والجيل اللي كان موجود في بداية الالفية مع الكابتن محمود الجوهري انتوا فين من التدريب يا جماعة انتوا فين انبارح بيقود السنغال اليو سي سي بيقود الجزائر جمال بالماضي بيقود الكاميرون ريبرت سونغ الرئيس الاتحاد الكاميروني سامو الاتو رئيس الاتحاد الافوالي المرشح ديديد رجبة فين احمد حسن من التدريب فين عماد متعب من التدريب والإدارة لسه بادة هو في الربطة دلوقتي كابتن واي الجمع معتزل من 2014 احنا في 2022 بعد 8 سنين لسه داخل في الإدارة الفنية او إدارة الكورة للمنتخب الوطني الجيل اللي حقق البطولات الكبيرة دي ازاي يقعد طول الفترة دي بعيد عن التدريب وبعيد عن الإدارة ازاي انت من جواك حتى لو محدش اختارك ليه ما بتسافرش تاخد قرصات ليه ما بتعملش دراسات تدريبية تبقى توصل لليفل البروفيشنال ليه الناس ما بتكملش في ده ليه كل مهتم بالإعلام ليه كل مهتم بالتحليل انبارح اليو سي سي بيتأهل بالكاميرو اللي كاس العالم في التوقيت اللي كان بيلعب فيه اليو سي سي كان زيدان مع منطحة مصر كان مقصر الدنيا دي نقطة اتمنى الناس تناشي القصة دي لانه الجيل اللي عمل بطولات افريقية كبيرة بصراحة بيظلم نفسه ان في الفترة الحالية بعيد عن الإدارة وبعيد عن التدريب مش كل حاجة الشاشة مش كل حاجة التحليل زي ما نجحت وانت لاعب ممكن تقصر الدنيا وانت مدرب ممكن تقصر الدنيا وانت قداري هل في الجيل ده ما عندناش حد زي سامو الاتوي برئيس التحدي زي يزيد ديد روكبال اللي بيترشح للرئاسة الاتحاد الافوري جمال بالماضي 3 سنين عمل ارقام مميزة مع منتخب الجزائر الجيل بتاع جمال بالماضي اللي كان في منتخب مصر كابتن هاني رمزي كابتن حسام حسن اسامي كبيرة جدا كانت موجودة في التوقيت ده الفترة الجاية محتاجين كوادر كتير جدا في المجال ده خاصة ان الكوادر دي لما لعبت مع الاجيال التانية اللي مسكى منتخبات افريقية كانت بتكسبها رايح جاي كانت بتكسبها رايح جاي طيب نقطة كمان عايزة